شاهدنا جواء ممترة مثجا في نفس الوقت يرتقب أن تعرف أغلب المناطق الشمالية للبلاد بدون استثناء اضطراب جوين وعن المام من ضعيف إلى متوسط النشاط احتمال أنه يمد أمطار تكون معتبرة محليا في أغلب الأحيان أمطار متفرقة إن شاء الله رح تعرف أغلب المناطق الشمالية وهذا بداية من يوم الثلاثة إلى غاية يوم الخميس على الأقل بالإضافة لكل ذلك الثلوج هي الأخرى إن شاء الله مشاهدنا ستعود من جديد لتميز أغلب المرتفعات الداخلية في بداية الأمر تكون في الغربية ثم تنتقل يوم الأربعة والخميس إلى وسط والمرتفعات الوسطى والشرقية التي تراوح علوهما بين ألف و ألف ومائة متر نشوفوا التفاصيل والبداية بخاية توزية ساقط الأمطار إن شاء الله بداية من يوم غد ثلاثة إلى غاية يوم الخميس نلاحظوا سحب سفلة يعني في بداية الأمر يوم غد تكون سحب سفلة كثيفة ركامية تغطي أغلب المناطق الشمالية للبلاد تكون مرفقة ببعض الزخات المطارية على فترة تميز أغلب المناطق الشمالية لكن إن شاء الله يوم الأربعة نلاحظوا أن تكون معتبرة محليا على غير زن سيدي بلا عباسعيدة تيارة واشلف مع حضر بعض الثلوج إن شاء الله على المرتفعات الغربية وهذا يوم الأربعة أما عن يوم الخميس تقسم منطر على جزائر العاصمة البوليدة، بومردس، كذلك زوزوتي، بازبجايا، جيجيسكي كده، نابا، حتى على قسنطينة، سوق هراس مع حضور للثلوج على أغلب المرتفعات الوسطى والشرقية للبلاد إن شاء الله يارب تكون أمطار وثلوج خير خاصة للثلوج تكون حاضرة على مرتفعات قسنطينة سوق هراس كذلك خنشة، باتنا ومرتفعات البوليدة والمدية إن شاء الله وهذا مساء يوم الأربعة إلى صباحة يوم الخميس إن شاء الله لأننا نمر إلى الكتل الهوية ودرجات الحارة المرتقبة خلال الساعة القليلة المقبلة بداية من يوم غد ثلاثة ونرى غاية يوم الخميس تبقى دين من أجواء باردة وتبقى دون الصف تسجل على أغلب المناطق الداخلية للبلاد راح تكون إن شاء الله ما بين درجتين تحت الصف إلى غاية أربع درجات أو خمس درجات تحت الصف تسجل على أغلب المناطق الداخلية خاصة على كل من باتنا كذلك قسنطينة، سطيف بورج بوريج، خنشرة حتى على سعيدة تيارة والجلفة بالنسبة لسواحل الوطنية راح تراوح درجة الحارة إن شاء الله ما بين حوالي أقول درجتين إلى غاية ثمين درجات الجنوب الجزائر إن شاء الله ما بين درجة واحدة إلى غاية تسعة درجات بالنسبة لفتاة الصباحة والفترة الليلية أما عن الظاهرة تبقى دين من المشاهدين نلاحظوا أن لون الأخضر لا يزال يميز خلال الظاهرة أغلب المناطق الشمالية وعليفين الأجواد بقديم باردة يعني درجة حارة فصلية راح تكون إن شاء الله ما بين حوالي سبعة درجات كأدنى مقياس خلال الظاهرة وأعلى مقياس حوالي 14 درجة فيما يخص المناطق الجنوبية ما بين عشر درجات إلى غاية 28 درجة كأعلى مقياس تسجل على مدينة إنكزة وبورج باجي مختار الآن مشاهدنا نمر إلى حالة البحر بحول الله حيكون إطراب جوي مرفق برياح تكون نوعا ما قوية نسبيا تشتحقها بسواحل الوطنية يوم غد ثلاثة حيكون بحر هائج وهذا على طول الشريطة الساحلي مع رياح تكون قوية سرعتها ما بين 40 حتى 60 كم في الساعة وعلو الأمواج إن شاء الله سيصل خاصة يوم غد إلى غاية الأربعة أمتار أما عن يوم الأربعة وكذلك يوم الخميس نوعا ما بحر قليل إطراب إلى مضطرب أو هائج محليا بالخصوص على السواحل الوسطى والشرقية تستمر رياح القوية في الهوب خاصة على السواحل الوسطى والشرقية بسرعة تتراوح بين 50 حتى 60 كم في الساعة مع استمرار تسجيل علو أمواج نوعا ما مرتفع إلى غاية الأربعة أمتار إن شاء الله يعني بداية من يوم غد ثلاثة إلى غاية يوم الخميس بحر مضطرب إلى هائج على طول الشريط الساحلي لذلك الحطاء والحذر لكل مستعملي الملاحة البحرية أجواء مشاهدنا شتوية إن شاء الله مرتقبة خلال الساعة المقبلة الحمد لله عن الأمطار خلال شهر فيفريل إن شاء الله مرتقبة ندو إلى غاية نهاية الأسبوع وحتى الأسبوع المقبلة سنسجو بعض الأمطار متفرقة على الفترات مع ثروج إن شاء الله إن شاء الله يارب تكون أمطار وثروج خير على البلاد بهذا مشاهدنا الصلي طيورة تحول التقص نعود الآن إلى بلا الاستكمال بقية الأخبار شكرا جزيلا لك حاسيبة إذن فقط متابعين الكرام